دكتورنا العزيز نبدأ حوارنا من القدس هاي المدينة العظيمة مركز كل شيء على ما يبدو تاريخيا ودينا شوية للعشرينيات ودينا لبداية التلاتينيات شو بتتذكر من الطفولة كيف كان شكل المدارس شو كنتوا تعملوا ألعاب لمنهجية نشاطات معينة هاي الدور والزقاق والأحارات القدس والدينة لهناك شكرا أولا مدينة القدس هي مدينة مقدسة بالإضافة إلى جمالها الباهر وإلى طقسها الممتاز وأنا أعتز بأنني من مواليدها وأنها في ذهني وفي قلبي من طوار حياتي أنا أولدت بستة أيار سنة 1922 أي في مطلع القرن السابق وطبعا مرت حياة حافلة طويلة خلافا لما كان عليه الوضع في أوروبا أو في بلادنا أنه بعيش الواحد 45 سنة ويعتبر شيخ الآن تغيرت الصورة أول مدرسة أرسلني والدي إلها اسمها مدرسة الأسوج في حي المصرارة في القدس هذا حي عربي الآن طبعا يعتبر من الخدس الغربية عندما احتلته إسرائيل سنة 48 بعدها دخل كلية روضة المعارف الوطنية هي كلية تقع على طريق الآلام ويقال بأن حتى الرومان كان لهم مضع عندما كانوا في القدس مركز الرئاسة كانت هناك كذلك في العهود الإسلامية الحكام المسلمين كانوا يأخذوا الموقع هناك كحكام هي مشرفة على الحرم الخدسي الشريف وعلمتنا الوطنية الصحيحة علمتنا الديان المنفتحة علمتنا أشياء كثيرة ربما كان في غلو في وطنيتها عندما يعاقب الواحد فينا كان على حسب الذنب كانوا يطلب منه أن يكتب خمسين سطر أو مئة سطر على حسب التهمة العربة أشرف أمة من شك في قومي كفر في قولي كفر طبعا هذا النوع من لأنه إحنا كنا نتاج الثورة العربية الكبرى عمت بلاد الشام والحجاز وسوريا إلى آخر كنا أبنائها وكانت في أوجها صحيح ولذلك هذه بقيت معي طول حياتي وبالتالي كانت دائما القومية العربية هي هدفي وكنا دائما وإحنا في الجامعة الأمريكية نحلم بأنه نحقق الوحدة العربية بمجرد ما نتخرج ما كناش نقدر المصاعب اللي راح نشوفها تمام تمام مدينة القدس عندما ولدت كانت مدينة عربية حتى النخاع القدس الشرقية والقدس الغربية القدس الشرقية هي كانت كانت القلب من مدينة القدس هي القدس المقدسة كيلومتر مربع واحد لكن فيه تاريخ وآثار تعود إلى آلاف سنين كنيسة القيامة عمرها ألف وسبعمائة سنة المسجد الأخصى المبارك ألف وأربعمائة سنة المباني تعود إلى عهود الأيوبيين والمماليك والعثمانيين وبطبيعة الحال بالأول الخلافات العربية الأمويين كانوا يعتبروا القدس عاصمتهم وكان كثير من زعمائهم يتوجوا في الحرم الشريف اشتركوا في القناة